تونس أهلا وسهلا بك يا فندي أهلا كابتل في الساحة إن شاء الله تكون بخير وبكرة إن شاء الله ندارك إن شاء الله صح ربنا خليك كل الساحة لك طيب الأول يعني وش حدك حلو شفناك قبل متش الترجي وكان كلك يعني سكعة وتفاؤل وحاجة جميلة يعني شفناها منك ولسه سكعة لسه على سكعة كابتل من هودات إن شاء رفلنا الحقيقة وبالتكديد عالي قوي ولسه على سكعة وإن شاء الله ندارك بكرة أنا داد في يعني عاوز أقول لحضرتك إنه يعني كذا كذا نقطة طريقة معرفة يعني شاء الله تفضل لا تفضل أولا الإستاذ حيثت بكرة الساحة خمسة مم لا مفيش حد حيارة تخش بعد الساحة خمسة حلو عشان طبس الجماهير المجل الأهلي إنه موغول يقارب لو حضرتك يكونوا سمعيننا يعرفوا إنه الساحة خمسة تخول النقطة الثانية يسلم إنه كل من يحمل بطفور مصري سيدخل بطفور مصري الجمهور المصري بشغط إزباد من سيطر مصري حلو نقطة مهمة أنا برضو دواكلف يعني آآ نداء من من الشاشة التورتاني الأهلي لفضل مهيير أرجو بس الانتزام بسلود كراحي اللي إحنا عارفين نقطة مهيير وبلاش موضوع الشماليك بال لأنه حيتمكشه جامل أول برضا نتحضر مشاكل وطلعنا ناسا من براكز الشرطة وكلام تقول لفنارجو إحنا بكرة بسوطة بحبتها يعني ضعب التواصل هناك خير لما إنته بكون صلحة أكيد طب هو ده المواملة بالمشل هنا كلاهي يعني والتشجيع بعده إحنا كتبتن برضو بلاش يعني حاجات اللي هي مخلة احنا برضو بنمتازم وحقا عندنا سلوك راخي فترجى بس المستشجيع يبقى يعني الاستشجيع الرياضي اللي احنا معتدين علينا تمام يا سيد السفير وصلت المعلومة ان شاء الله هننوه لها تاني بعد ما أقفل مع حضرك حضرك هتبقى متواجد في الملعب بكرة ولا حضرك في تونس العصامة طبعا لا متواجد ومع أعضاء الدفارة هنتحرك نفس أعضاء ونروح نحضر المباراة وبرضو هاشرف على النور يعني النواحي الأمنية تبقى متضبطة وهي متضبطة بالسعر الحقيقة بشيء فيه يعني مساعدة وتجاوب كثير جدا من عضاء يعني المجم السفرط ودي المجم الساحدي وكذلك من ودي مدينة موسى كل طلباتنا بالنسبة الحمد لله إنما أنا هتكون موجود متدري إن شاء الله تباكد لتشراف على التبقيات النهائية إن شاء الله وبرضو هترجى في المرضو إن شاء الله يعني بحث التبقيات يعني تدري إن شاء الله أعتقدت المرضو لتشريع ويعني حفظ اللي عيدين إن شاء الله طب أنا أسأل حدرك بقى يعني نبعد شوية بقى عن عن سيادة السفير ونتكلم عن يعني المشجع الكاروي يعني حسس إيه بكرة إن شاء الله في مباراة وشايف مباراة تكون إزاي بكرة إن شاء الله كما جابت بصراحة فيه فيه حالة من الحجم الجامد قوي آآ في الشارع التونسي في عشان مباراة وفي نفس الوقت في حالة برضو من تيقن إن احنا لو ما خلفتاش قدش مش هيخلص رابطة جنة برضو الأقر ده يجب أن نتبه بكده ويجب برضو في رأي أخنا مش مش فان يعني وكام عنو يعني أسافذة إذنما يجب برضو عدم المغامرة آآ الواسعة يعني أخذت الحوضة البكرة أنا أعتقد إنه باب لأنه فيه زي ما أقول سيادتك يحاش تجامد جدا أم أكيد يعني سيادت السفير نبيل حبش يعني بشكر حضراتك جدا على مداخلاتك وعلى تعبك وأكيد والتنظيم لحضراتك منظامه في تونس ويعني كل الشكر حضرتك وده المتوقع يعني من سيادت السفير المصري في تونس شكرا جدا لحضرتك يعني أنوه على أبرز النقاط اللي أقلها سيادت السفير نبيل حبش قال إن السادة هي في البكرة الساعة الخامسة تماما يعني ما فيش دخول بعد الساعة الخامسة قال إن الجمهور الأهلاوي الجمهور المصري عموما اللي رايح يستندد الأهلا يدخل بالجواز المصري فقط لا غير قال كمان إن ما فيش داعي لاستخدام الشماريخ لأن الموضوع صعب جدا وحصل مشاكل وإحنا بنلاعب ماتش الترجي أو في ملعب ترجي فمش عايزين نعمل أي حاجة بكرة جماعة إحنا عايزين نطلع يعني في منتها المثالية طبعا خايفين عليكم جدا لأنه بقول فيه إجراءات مشددة والمفروض إنه هو مش هيبقى فيه نفس المساعدة كما كانت في تونس سوء صغير تونس فالموضوع عايبقى صعب شوية فنرجو يعني الالتزام من حضراتكم حضراتكم كلكم التزام وكلكم يعني رجولة وإن شاء الله الصوت الواحد فيكم وبمليون صوت بكرة إن شاء الله كل التوفيق ليكم وكان نفسيا نبقى معاكم كمان في قلب هخشوا بالهوية كمان بس فقط بالجواز دي حالكم هدين إن شاء الله يبقى المعاملة بالمثل في مصر يا أه أكيد حاجة جميلة جدا طبعا طبعا حاجة جميلة جدا يعني كمان سيادة السفير قال حاجة مهمة جدا نكابات قال لكابتن قسامة يا كابتن شريف قال إن في حجد جماهيري واسع قوي